منقدمتكم خبزي الخمير وخبز الترعافي وبسيط لقد مطلقتي مقادرنا هي طحين وخشبتين شكر وخشبتين خميرة وخشبتين حليب بودر ورشة ملح وزعفران وللون كركم وطبعا السمن والسمسر والثعتر حق ويه الخبز في النهاية لضعف الى البيت بنتهن فيها أول شيء بالخمار الخميرة مقادرنا ماء ايدي تخمار عندنا مدار التحليل هنا بنحط عليه حليب بدنا خاشوكتين حليب بودر خاشوكتين حليب بودرة بيخليه طري ولين وعدنا هي رشة من النجس كركم احب الكركم لان يطيق الدخنية اللون وعيد حلو طبعا هو مجرد ذون لكن النكهة باتي من السعفران اللي هو رشة بسيطة وعدنا الماء الماء ينزينا نبدأ نخلط الماء الجافي نضيف طبيعنا ماء دافي وكلما كان ماء دافي كلما نأخذ وقت واي الأقال في التخمير للمرحلة اليوم طبعا مرحلة العين أو العجل واي المرحلة لأن كلما كان طينتنا مجون بطريقة زينة فترة طويلة أو فترة كافية كلما أعطتنا أن تلجي حلوة بعدين في الخمير نضيف الماء على مراحل طبعا الفكرة هنا في خفز الخمير أننا محتاجة عينة تكون طريقة لكن في نفس الوقت تكون متماسكة يعني أقدر أشكلها على هيئة كور أو أقطعها يعني قبل مرحلة طبعا هاي مرحلة سألني عنها لكن أننا أكون متماسة في العجل لازم يعني كل فترة أعجل لازم أطبق وايد عينة واليوم اخترت أن أعجل لكم بإيدي عشان شوك المراحل الصحيحة حقالي لكن طبعا هذا ممكن يعني السعيدة لهالمرحلة يعني أنا حضت كل المكونات في العجانة وخليت اشتغلوا مدة عشر دقائق تقريبا أو سبع دقائق لحد ما تشكل عندي عجينة وايد زينة ووايد طريقة متماسكة بلديدة خمولة بيقلة بلديدة خمولة بلديدة خمولة وليس كنت أطبق بلديدة خمولة وطبق وطبق أطبق وطبق اطبق بطريقة متماسكة وطبق صارت معلنا مثلما تلاحظ صارت ضرافة الدبت بنحطيناها في مكان ندافي خذتنا حوالي مشبالي نحن كانت طبق مياهت الندافي لينا كنا بنظهふ نحن خمرنا الخميرة مع الشكل فأضعك حجمنا نحن نقطعها كورا بصيرة بالاستعانة مع شوية من الطحين ونقوم بتكوية راجع لكم نحضو كيف نقوم بما تخمرت عدنا أمتب أحتاجها تكون موايط طريقة طبعا بسعين بالطحين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخبزة الخميرة نقوم بخبطة ثم نقوم باستخدم خبزة الخميرة اضبط حمير ما يقوم بنا تحمرك من تحت ومن فوق هنحبه مثل الشكلة بهبي هنا الخمير بس نحتاج الى سمن سمن لنحن الإماراتي الخمير ما تنكهتها إلا ويا السمن ومشل ما نلاحظ انه من فوق يمكن نفتح حسن ذويتي لاحبه هذا كله نحن ابتبهنا طريقات العجن الصحيحة هنحن نحن نحن حسن سأكل جديد ونشفكم مرة فهمة ونشفكم مرة فهمة